بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبيشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى في الواقع أيها الحبة أردت أن منوه إلى شيء في مثل هذه الحلقة أنه لو التفتنا إلى ما حولنا الآن كل واحد يلتفت إلى حوله وإلى على حال ما حوله وما يحيطه فيجد الناس على قسمه الآن كل البشر يلنعيش معاه خصوصا في المجتمع الإسلامي الناس على صنفين الناس على صنفين والقرآن الكريم يجي قسمهم بشكل صحيح بشكل دقيق بعض الناس يجعلون الدين يجعلون الدين والإسلام مطية مطية يعني مركب يركبونه ويستخدمون الدين لمآربهم الخاصة لوضعهم الخاص لأهدافهم الخاصة وميهمهم ماذا سيكون أمر الدين وشنو رح يصير والناس شنون رحوا يتصرفون مع مبادئهم الناس رحوا يفقدون الثقة بأهل الدين الناس رحوا يتركون الإسلام من سببهم مو مهم أبداً مو مهم مهم أن هو يحصل على أهدافه ويحققها ومعاربة وطموحاته يصل إليه ومشكلته باسم الدين وإحنا حسب تعبيرنا نشوف الظاهر نشوف الوضيع ونشوف لسانة ونشوف خطابة ونشوف شكلة نقول ما شاء الله هو هذا ولا غير الإسلام يجي نبه يقول أيها الناس أيها البشر أكو أكو أفراد حولكم عدوا هاي الصفات فاحذروهم ديروا بالكم منهم فإنهم يفدون اسمعوا جيداً يفدون الدين ورب الدين ونبي الدين كله يفدونه في سبيل مصالح مصالحه هي الأقوى هي الأهم تريدون تسمعوني الآية الآية تريدون أن تسمعوها شي اسمع بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا خوش يحتي خوش يسولف خوش يسوي مقابلات لما يتكلم يتكلم عن حرقة في سبيل الدين والضمير والإنسانية وبيت المال والفساد والفساد المالي فلان فاسد يحاول أن يتكلم بالمبادئ والقيم والأخلاق وكل شيء جيد يعجبك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يقول الله شاهد أنا أريد مصلحتكم الله شاهد أنا أريد أصلح الأمور الله شاهد أن يشهد الله الله شاهد ترى أنا ما عنديني موزين الله شاهد ترى أنا إنسان أمين الله شاهد يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله يقول ترى هذا كذاب هذا فد واحد بس يريد مصالحه يريد يركب السكة ويمشي هذا بس يريد على أي حال يغر الناس ويكذب على الناس ويخدع الناس أكرر الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يقول والله ترى أنا قلبه وياكم مصالحه وياكم يا فقراء يا أيتام يا مولان مجاهدين يا فقراء يا كذا ويشهد الله على ما في قلبه الله شي يقول وهو ألد الخصام وإذا تولى شوف رب العالمي شي يتكلم وإذا تولى يعني إذا حصل على المنصب وإله إذا حصل على المنصب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله أكبر يقول هذا من يوصل للمنصب يوصل للمسؤولية والوظيفة خلاص لا دين لا ضمير هذه الثوب الدين ثوب الضمير ثوب الإنسانية كلها ينزعها وسعى وإذا تولى تولى الأمور سعى في الأرض ليفسد فيها بعد ويهلك الحرث والنسل ما يخلي الله شاهد يا أخوان أتكلم بحرقة الله شاهد بعض الأشخاص قبل ما يسروا مسؤولين شوف كذا ويسبح بيده ويروح ما أدري للحاج ويجي ما أدري للزيارة سيدنا شوف الفساد إنا متى إحنا هتشي سيدنا إلى كذا ويطلع بالتلفزيون يتكلم عن الفاسدين والمفسدين والأصابات والمافيات وإذا صار وزير صار وزير مولانا بتشوف انقلب كعنما هذا كان آدمي صار وحش بعد لا يفهم شيء اسمه ووعود لا ميثاق لا دين لا أخلاق أبدا يا به وانت قلت سيدنا إذا كان أكو فلان قضية قل لي نبهني وإحنا نرسل له يا به هذه قضية أكوش يا به أكو فلان قضية وإذا تولى اسمعوا جيدا ذوله ليخدعون أيام التخابات أيام الكذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والمشكلة يا أخوان والمشكلة وإذا قيل له اتق الله إذا خابرت قلت له يا به اتقي الله يا به شوي دير بالك معنى المستضعفين يا به شوي كذا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا تقول له يا به دير بالك اتقي الله بالناس بأموال الناس بأموال الشعب بمصالح المستضعفين يتأذى شنو السيد هالشكل قال لي شنو السيد ينتقدني شنو فلان يسوي مقطع عليه ليش فلان يطلع على فرنامجه ويزعلون ويزعل يصورك أنه أنت جاي تهدد كيانا صنف من الناس هؤلاء صنف من الناس هؤلاء منه الذين يجعلون الدين مطية يجعلون الدين وسيلة يجعلون الدين لباس حتى يحصلون على مناصب وإذا تولوا سعوا في الأرض ماذا يفسدوا ويهلكوا الحرث والناس وإلى آخره ذول طائفة ذول جماعة في قبال هؤلاء رب العالمي يتكلم عن جماعة أخرى ما أدري ذول الجماعة موجودين بالمجتمع ما أدري أنتو أنتو مشاهدين أرجان أنتو شوفوا أكل أو ما أكل رب العالمي يقول في قبال هؤلاء الفاسدين هؤلاء التعبانين هؤلاء المزورين هؤلاء اللي في الواقع خدعونكم بألسنتهم الطيبة بشعاراتهم الرنانة بملابسهم وأشكالهم ما أدري الجيدة ذولة في قبالهم أكو ناس آخرين منه اللي اسمعوا جيدا اللي يفدون أنفسهم للدين بالعكس إذاك يفدي الدين في سبيل نفسه هذا لا يفدي نفسه في سبيل الدين يفدي نفسه في سبيل الدين منه أقراركم الآية خوش واقعا هذا أنا حسب تعبيري أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين إلى صدفين هذا أهل شنو هذا يتاجر بالدين هذا شي سوي هذا يبيع نفسه وأهله وعياله وكيانه في سبيل الدين تسمعون اسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ذاك منه كان لا تنسون الآية السابقة اللي الجماعة التعبانة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هنا لا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أكو ناس نفسه نفسه يبيعها يشري يعني يبيعها هنا نكلمة يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه يشري يعني يبيعها ابتغاء مرضات الله يشري يعني يشري يعني يبيع فهنا أكو أشخاص كعليا صلوات الله والسلام جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يجاني علي حال حبيبي جبرائيل قال لي ثرى الجماعة جاي يتآمرون عليك وراحوا يقتلونك وكل قبيلة جازين واحد خمسين ستين نفر راح يجون ويقتلوني حتى دمي يروح بين القبائل فحبيبي جبرائيل قال لي أنه الله يأمرك أن شنو أن تجعل عليا في مكانك أن تجعل عليا في مكانك وانت روح اطلع من مكة اش قال لي أمير المؤمنين صلى الله عليه اش قال لي قال لي يا رسول الله أو تسلم تخلص قال لي قال خلص أنا أنا ما خدع رسول الله ما قال لي ناموا ما قال لي شكوا قال لا أقوم قتل راح يجون يقتلوك تبقى بمكاني نزدتها الآية هذه الآية في علي كل المفسرين يقولوا هاي في علي ابن أبي طالب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا جماعة خلي ندير وجهنا نشوف نلتفت أكو بالمجتمع هاي ناس أكو ما تخلو يعني مطمئن ما تخلو الحياة من أشخاص يفدون أنفسهم في سبيل الدين والدليل وعاضح الدليل ذول الشهداء اللي صورهم مليئة الشوارع مليئة بصورهم ذول شنو ذول راحوا على راتب أستبعد جدا يعني على راتب راحوا لا يمكن واحد اثنين عشر عشرين آلاف الشباب تركوا جامعاتهم تركوا أهلهم تركوا راحتهم أنا أعرف يعني في ذهني الآن في ذهني الآن عشرات الشباب أعرفهم معرفة أنه كانوا في أوروبا كانوا في أوروبا وحياتهم كل شيء مرتبة لما سمعوا الفتوى إجوا ذول شنو يردون أنه يردون يقشبرون يقشبرون لا سمعوا سمعوا أنه هناك فتوى تقول أنه من يقتل في هذا الطريق وهو شهيد قال هاي فرصة أن أنا أفدي نفسي في سبيل الله وفي سبيل المقدسات فأكو ناس أخواني والله في مجتمعنا أكو ناس يشرون أنفسهم في سبيل ابتغاء مرضات الله بس إحنا لازم نبحث عنهم لازم نشوفهم نعم نعم أقول لكم أن مجتمعنا أكثر من الطبقة الأولى اللي منهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام إه ذلك الأكثر يهج واحد كتب لي ياللي سيد أنت في اليوم قلت فلان خوش اسمعوا جيدا فلان خوش في جلسة كنا قاعدين عند ناس قلت والله خوش هذا خوش يعني جاي يفضح الفاسدين وجاي علي حالي بين ملفات والله إن شاء الله تعالى الله يحفظ من أنا على طبيعتي وسجيتي لأنه ما أخذ الفضائيات طوله عرض يتكلم عن الفاسدين والمفسدين عن الفاسدين والمفسدين أنا قلت له الله يحفظ إن شاء الله والله علي حالي ينصر بعدين تبين هو من الفاسدين هو واحد حسب تعبيرنا خادع مخادع كذا منافق مزور وتر ما أدري مليارات الذنانير بايق طلع هذا شفتوا أنتم واحد إعلامي هم هالشكل مسوي نفسه كل شيء يدافع عن القضايا والإسلام والإفساد وما أدري في صفقة القار وتبين هو مستلم مبلغ منهم حتى يسكت زين فقل لي سيدنا تمدحت قلت له طبعا أنا يوم اللي ما أشوف شي غلط ما أدري يعني نحن لا نعلم الغيب أقول الله يسدد إن شاء الله تبين هو فاسد نعم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وقعان خوش يتكلم خوش يطلع الأمور يطلع الملفات بس واحد حشاكم تعبان وإذا تولى تسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس خوش أسوأ إحنا خوف على أي حل نتكلم بالظاهر لأن إحنا مأمورين هذا خلوه بيبالكم مأمورون نحن على أن نتكلم بالظاهر الصلاح ظاهر الصلاح هذا نسيط واحد مزور واحد خادع الله يهتك الحمد لله رب العالمين نشكر الله أن الله هتكهم الله فضحهم بس يبقى بس يبقى عندي شنو يبقى عندي درس اللاء أن خدع بكل واحد ولي صيح هوايا ويتكلم هوايا وفساد 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 هو أكثر ناس فساد ولي يتكلم هوايا نسى واحد يروح يشتغل بشكل قانوني ودقيق وكذا وعلى السياقات بهدوء أما واحد لا بس يهرج يصرخ الفاسد وكذا ومسكنا وشابه وقله وهذا استصدع لي ومدري إيش وتبين هو أكثر فساد فأيها الأصدقاء أيها الأحبة تعالوا تعالوا لنكون على مستوى من الوعي لنميز هؤلاء قد يسألني سائل شون نميزهم التجربة التجربة والتجربة أكبر برهان تدرون أن حتى حتى أصحاب أئمة أهل البيت بعضهم خدعوا خدعوا أئمة أهل البيت كانوا على أساس خوش أوادئ وتبين مو خوش أوادئ والإمام يصدر عليه لعن يقول فلان لعنوه لأن تبين إنسان منافق وهذا موجودة في أصحاب رسول الله اشغال ناس في أصحاب رسول الله إذا قالوا تسمع لقوله إذا قالوا تسمع لقوله ناس خوش يتكلمون خوش مظهر خوش كذا ولكن حسب تعبيرنا يغتلون بأشخاص شعارات براقة وضعهم كذا ولكن تبين أنهم إذا تولوا والآية تقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله يعني إذا نزل مقطع يقول يا جماعة ديروا بالكم على الناس اتقوا الله يزعلون يرسلون تهديد يرسلون رسائل اسكت ترى نعرف شون نصرف وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث ليش أنت تقول اتق الله فحسبه جهنم ولبئس المهان نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة أن يرينا أن يرينا ذلهم هؤلاء المنافقون هؤلاء المدلسون هؤلاء المزورون اللهم أرنا ذلهم اللهم فضحهم على رؤوس الأشياء كما فضحت هؤلاء الذين الآن انفضحوا الحمد لله رب العالم بس أكو أشخاص لا زالوا متسترين متسترين بعناوين متسترين بمناصب متسترين على أي حال بتاريخ تاريخهم زين متسترين بتاريخهم اللهم بصرنا واجعلنا على بصيرة من أمرنا حتى لا تنطلي علينا هذه الأكاذيب ونميز بين من يبيع الدين في سبيل نفسه ومن يبيع نفسه في سبيل الدين ويضحي بنفسه في سبيل الدين نسأل الله أن يوفق المخلصين في الأمة ويجعلنا ممن ينصر المخلصين والأوفياء ونكون ممن يفضح الأعداء والمفسدون إن شاء الله تعالى نعم عدي متصل تفضلوا تفضلوا السلام عليكم وعليكم أنا جت أصلي وطلعت صلاتي بها خطاء فأنا ما أدري يعني هسا بعدين أما تابعت ديوات سيد رشيد وشي فطلعت هو إنه قبل أنا أصلي لا أقول تكبرة الأحرام ولا تجهدي الوساطي بس أنا الصوم يعني مرتزمة بي فهس الصوم زين والصوم هم أعيد لأن صلاتي خطير وما أعيد والسؤال الثاني من أصل سالة الواجبة يعني شلون أتوضي إنه الوضوء شلون أنا منها أتوضي أقول أن أنوي هذا الوضوء إنه صلاة الظهر والعصر ربط إنه وش الله زين هاي يعني صحيح لبها شكال شرعي حياك الله أختي الكريم تقول أنه أنا كنت أصلي وتبين أن في صلاة يأكو أخطاء والأخطاء تدرون أنواع الأخطاء أشكال ولكن هي بيّن دقائة أخطاء أنه أنا ما أقول تكبيرة الإحرام زين إذا ما تقولين تكبيرة الإحرام يعني أبدا ما تقوليها لو لا تقولين تكبير يعني تكبرين الله تقولين الله هو أكبر وتصورين هذه هي تكبيرة إحرام وهي من الأذان أو من الإقامة مثلا فلابد أن نفهم واقعا أنت ما تقولين أصلا تكبيرة إحرام فتbreaker توقفين على الصلاة تقولين أصلي صلاة الظهر ولوجوبها بسم الله الرحمن الرحيم إحرام الله وكلم بتقولين بسم الله الرحمن الرحيم المشكل إذا كان صلاة بدون تكبيرة حرام صلاة باطل إذا الصلاة بدون تكبيرة حرام صلاة باطل أما التشاهد الوسطي ولا ما كده تشاهد الوسطي مو مهم قد إنسان ينسى التشاهد الوسطي بصلاة صحيحة واضح وعليه مثلا سجدتي السهو ولكن تكبيرة الإحرام لأن ركن من أركان الصلاة تركها أو نسيانها أو على حال زيادة فيها تبطل الصلاة أما أنه إذا كان صلاتك باطلة واكتشفت أن صلاتك باطلة هل صومك باطل؟ الجواب لا لا ربطل فالصوم على رسلة الصوم على حدة وصحيح ولكن صلاتك باطلة فلا يجب عليك قضاء الصوم وإنما يجب عليك قضاء الصلاة فقط واضح وعختي السؤال الآخر أنه نية الوضوء هذا الذي قالته أنه أصلي صلاة الظهر أو فريضة الظهر وجوبها قبط الظهر نعم في هذه النية أي النية ولكن مو واجب الإنسان أن يتلفظ بالنية يعني أنا وقف على السجادة أشيال إيدي أمرر النية بالي في بالي أنه أنا جاي أصلي لله مثلا صلاة الظهر لله قربة لله في داخلي الله أكبر كافي والتكرار والتلفظ بالنية ليس واجبا ليس واجبا واضح؟ جيد نعم تفضلوا السلام عليكم سيدنا الكريم أنا أعيش في منطقة مع الأسف متحجرة الفكر وتمنع بناتها من الدراسة وتشددها بأنه هذا الشيء شائف ويقولون أن السيدة زينب كان الإمام العباس ينسح أثرها وهي شيء من هاي الأشياء مع أن علم أن الرجاجي المال منطقة يصادقون نسوان في فضاعة يحجونوا يا بنات غرب وعدهم عادي ما يقارنون نفسهم بالإمام علي ويعاملون البنات مثل معاملة الطالبان حاليا للبنات الأفغانيات عبارة عن كتل وتخويف وبس ما صيرها تكون أمه بس أما أكثر منهج فما مسموح له أبدا مداخلة مهمة مداخلة مهمة أنه سيدنا أكو مجتمع هالشكل المرأة مكبوتة ومتعب بل مظلومة ومقهورة يحاول أن يمنعوها من الدرس يمنعوها من التحصيل الدراسي على أنه بل المرأة لا بد أن تقعد في البيت وهذا والمشكلة هذه القضية ما يردون أن تدرس المرأة بل هذه بيها مشاكل ولكن قضية أخرى أنه ينفتحون مع الفتيات وعلاقات تعبانة وفساد وكذا أدري هذا شنون هذا شنون والتماء تجعلوها تدرس حتى لا تفسد بس أنتم تفسدوها بالعلاقات هاي شنون هاي شنون هاي شنون وهذا هو النفاق هذه النزدواجية لا تدرسين كوني كالسيدة زينب بس أنا أنا أفسد وأتحارش بالبنات ما أكون علي بن أبي طالب وما لا أكون علي الأكبر يعني أنا مو مهم شنون أصرف بس أنتي لا بد أن تكوني بالطريقة اللي أنا أريدها هذا علي حال فكر منحرف فكر ازدواجي منافق باسم الدين يريد أن يسير مآربة وأهدافة وعلي حال أجندته وللأسف يعني للأسف هذه ضمن مدارس مدارس موجودة فكرية اللي احنا نسميها بالفكر التكفيري الفكر المنغلق السلفي اللي هذا في واقع الحال في كثيم الأحيان هو اللي يهدم المجتمع ويجعل الأمة متراجع والفساد ينخر في الأمة والفساد ينخر في الأمة للأسف الشيء نعم نعم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عندي سؤال حول الموضوع بعض الشركات التصارات اللي عندنا تطيك فلوس يعني قرض قرض رصيد خلنوفر انه داينك 2000 دينار رصيد تتصل بيهن اذا ما عندك وبعدين انت متعبق رصيد ترجع هذا الفلوس بفائدة هذا شنو موضوعه سؤال الأخ سؤال عليه حال يقول انه الشركات من تخلص رصيدك يقول لك يا بحنا راح نخلي لك رصيد يعني نضيف لك رصيد بمقدار 2000 دينار وانت تستفيد من هذا الرصيد بعدين لما تعبي تعبي البطاقة يسحبوا من عندك أكثر من 2000 يعني ينطوك خدمة 2000 بس يأخذ من عندك 3000 هذا شنو في الواقع فيه إشكال هذا فيه إشكال انت تقرضوني 2000 تأخذون 3000 هذا لا يجوز ولذلك سمحت سيد الله يحفظه فيما يرتبط بشرائل رصيد بالآجل أو بالدين هم يقبل يعتبر هذا خلاف وعند احتياط في هذا الواقع فالقضية هذه أنه تنطوني رصيد وبعدين تستقطعون من عندي أكثر مما أعطيتموني فهذا نحو من على حال نحو من المعاملة الربوية فيها إشكال فحاولوا أن لا تدخلوا في هالشكل معاملة الشيء قد تقول أنا بخدمتكم بس بخدمتكم بأرباح أنطيكم 5000 بس أسحب 7 أنطيكم 10 000 أسحب 13 وهذا على حال هي الربا بعيني نعم تفضلوا يا الله السلام عليكم سمحت سيد الله يحفظكم سيدنا الطيب الله يحفظ رعاكم إن شاء الله مولانا حول الأشخاص الذين يدعون علم الغيب وما شابه ذلك بأنه يقول بأنه عندك كذا تابعة من هذا النوع مولانا أولا أنه هل لهذه الأشياء واقعية يعني هل معقول الإنسان تؤثر عليه الأشياء الغيبية مثل الجن وما شابه ذلك ثم مولانا ما حكم إعطاء المال لهؤلاء من يقول مثلا نتصر بي الشخص قال أنه هذا ما أدري يطلع الجن من جسم الإنسان أو يسوي لحيرز أو ما شابه ذلك أولا هل هذه الأشياء موجودة ثانيا ما حكم إعطاء الأموال شكرا جزيلا سماحت سيد جزاكم الله مشكور عزيزي على هذه المداخلة الجيدة أنه يقول ناس يدعون على أن هم عدهم علم الغيب وعدهم اتصال بالغيب وعدهم على حال مقامات هذا كله دجل لماذا أقول دجل واحد يقول سيدنا شون أنت تستعجل في الحكم عليهم بأنهم دجالون الروايات عندنا روايات عندنا عن أهل البيت اللي يدعون اللي يدعون هتش مقامات يدعون هالشكل الأشياء فكذبوهم كذبوهم وطردوهم لأن المتقي اللي عنده هتش يعني مقام معنوي ومقام إلهي ما يدعي لذلك أولياء الله أولياء الله الحقيقيون لا يعرفهم الناس لا يعرفهم الناس دائما مغمورين دائما ما يدعون ما يقولوا أنا عندي وهتش وأنا كذا إذا شفت واحد يدعي قل هذا كذاب لأن خلاف الدين خلاف تعاليم الإسلام أنا شن أكون حسب تعاليم الإسلام أجي أدعي وأفتح لدكان وأفتح لمنصة وأفتح لقناة أنا تعالوا أنا كذا وأنا عندي علم وأنا عندي كذا فهؤلاء دجالون وكذابون هذا واحد اثنين هل هناك جن وسحر نعم هناك جن وسحر القرآن يتكلم على أنه الجن استمعوا لرسول الله نفر من الجن استمعوا لرسول الله وآمنوا وقالوا هذا كلام رسول الله كلام غريب أو عجيب وآمنوا بالرسول الله آمنوا بالدين فالجن خلق مثلنا نحن بشر هم جن جن يعني مخلوقون ولكن مستورون الجن من الجنة جنة يعني الستر لذلك المجنون يسموه مجنون ليش لأن عقله مستور يعني عقله راح صار عليه غشاء فليس له عقل سموه مجنونا لأن لا عقل له ستر على عقله اختفى عقله في المختفي والمستور يسموه شنو لذلك قالوا على أنه الصوم جنة من النار الصوم إنسان يصوم الله يخلي له شنو ستر من النار بعد ما يدخل النار فالجن هذا الجن خلق مثلنا ولكن مستورون لا نراهم لا نراهم زين والجن على قسمين مؤمنون و كافرون فسق كافرون فسق يعني مثل بعض البشر بس احنا بعض البشر وجه شفون انتو بعض البشر اشرس من الشياطين واقبح من الشياطين يعلمون الشياطين شنون يسوون امور فاسدة وجاء سمعون شنون القضايا الفساد والهتك والفحشاء شون يسووها شياطين بشكل انسان الجن ايضا هناك هناك فسقة وهناك متدينين والسحر موجود لذلك القرآن الكريم يتكلم عن السحرة وان السحرة يعملون اشياء يحولون بين المرء وزوجه يسوون قضايا المحبة وبغض وعداوة والسوالف يفرقون بين الناس هذا موجودة فاذا هذه الامور موجودة احنا شلون نصرف معاها التعاليم الدينية تقول انه انت حاول ان تتصرف بحسب تعاليم الاسلام شلون ان لا تصدق اللي عنده ادعاءات وانه انا عندي كذا وعندي كذا وانت مسحور وانت مسوي لك تابعة لا يعني لا تصدقه بسرعة وخصوصا اذا طلب من عندك فلوس هذه مؤشر هذا مؤشر اللي يطلب فلوس حتى يخدمك يعني هذا دكان وإلا اكو اشخاص اشخاص موجودين وعدهم هذا الفن اي فن فن السحر او فن تسخير الجن الجن يسخرون اكو طرق يسخرون الجن وهذا الطرق لا تدخلوا فيها لأنها في الواقع فيها مهلكة ديروا بالكم شباب بنات ديروا بالكم لاتروحون هذا الطريق إن واقعا فيه مهلكة كم من إنسان أصيب بالجنون كم من إنسان هلك وعندي شخص الآن سيدة من رسول الله الآن حياته تعيسة تعيسة أظافير طويلة شعر طويل ولأنه مسكين دخل في هذا السلك راح وراء عالم الجن وأراد أن يسخر فعلي حال صار فيه مس صار فيه مس صار مثل مجنون سين فأكو ناس يرحون يسخرون الجن بعض الناس يسخرون جن مؤمن فعلي حال يعمل له يعمل له أمور جيدة كما أنه كان سليمان النبي فعلي حال يسخر العفاريت العفاريت والجن فيشتغلو له يسوه للي يريده قال منو يأتي بعرش بالقيس سبأ ملكة سبأ ملكة اليمن منو يجيب عرش قال عفريته من الجن قاعد بالمجلس عفريته من قال لآن أجيبك إياه زين هؤلاء أكو جن مسدين يسخرونه الأولياء يسخرونهم الأولياء ولكن قلت ليس لنا أي طريق لمعرفة هاي الأمور نحن مو شغلنا والعالم عالم غريب نعم أكو جن أكو تسخير جن أكو سحر ولكن كيف نتعامل نتعامل بما أمر الله بالصدقة والدعاء وقراءة القرآن وعلى حالة تعوذ من كل هذه الأمور وأي واحد يطلب الفلوس اعلم أنه كذاب وأكو أشخاص في سبيل الله يسوه أقول له مفلوس يقول لا سيد أنا بس أريد في سبيل الله جزاء الله هذا يبين ما يكذب شنو الداعي يكذب ما جاي يستفيد من عندي حتى يكذب بس عنده خبرة أنه يقدم خدم جزاء الله عموما أخي الكريم لا حسب تعبيرنا لا تنغر ولا تنخذ بها أولا نعم ضرغام تفضل السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام رحمة الله سيدنا أنا بسؤالي نعم أنا بسؤالي تفضل السؤال الأول الحصة الحصة الغاز الزوز فيها الغاز فالورقة الزوز انبيحة أو ما انبيحة حصة قاز أبيحة أبيحة للآخرين أي نعم السؤال الثاني أي هو مسؤول الرعاية رشكراعي أنا عندي تابع يعني وارد أقل شيء اليوم خمسين خمسة وعشرين يجوز الرعاية لي نمار يعني عندك عمل اطلع بي خمسة وعشرين ألف باليوم نعم فأقدر أسجل بالرعاية لولا نعم شكرا ضرغام اعتقد هذا السؤال في مسألة الغاز وحصة الغاز وأنا عندي سيارة تريلة ولتريلة اللي هي حصة ولكن أنا ما أشتغل بيها أروح أاخذ الغاز أفول بعدين أبيعها لأهل المولدات أبيعها بالسوك هذا يجوز أو لا سمحت سيد يقول هذا خلاف هذا خلاف النظام خلاف القانون قانون يقول يا أبي أنا أنطي غاز للسيارة اللي تروح تحمل بضايع تروح للموانئ تروح تشتغل أما أنت تاخذ الغاز حسب القانون شو القانون شو يقول إذا القانون يقول من كان له عمل مستمر وثابت فهو عنده مدخول مستمر وثابت شو الله موظف في شركة أو موظف في البلدية أو عقد مثلا في فلان مؤسسة هذا عنده راتب مستمر فما يحق لأن يسجل بالرعاية أما لا عامل عامل يومي أجر يومي طلع يحصل ما طلع كذا وما يحصل هؤلاء قد يجوز لهم أن يسجلوا في الرعاية إن شاء الله تعالى واضح نعم بصبت فضل أبو أحمد أبو أحمد فضل سلام عليكم سيدنا سيدنا عليكم السلام رحمة الله الله عمر بي حوضك و أحمد من العمارة أهلا سيدنا غالي سيدنا أكون في السؤال في دروح لك يعني احتارت بي ومحيرني يعني بالنجف بالنجف بالمستشفى ما نجصات عدي مشكلة بالمستشفى الأهلي عمليته واريدا من الله منكم يعني تحلوا المشكلة لأنه بالنجف مشكلته مستشفى بلاء الأهلي وطفل وطفل حال تساءت يا سيدنا ولو هي مداخلة تعتبرها لأن الله ونتم بعد وما أعدي مبلغة ودي لهذه المستشفى بالنجف الأهلي ببتش الله ويعني يوصل صوتي من خلال مبرك ومن خلال ولو هي تعتبر مداخلة لأنه حال تساءت وانا قاعد تجاوض أي مستشفى واستشفى بلاء بلاء الأهلي بلاء خير إن شاء الله سيدنا وراء تشنج عضلي وخصر بالوتر الأيمن وأنا ما أعمل سيدنا الله وكية عشب تعالى ما أعمل الله يسهل أمرك أبو أحمد إن شاء الله يسمعون الناس هذه المنجف إن شاء الله حياك الله حبيب الله يسلم نعم تفضلوا السلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته تأتي مصابة بمرض انفصام الشخصية أو عندما تصوم تعاني معاناة شديدة أثناء الصيام ونحن نطلب منها أن تتوقف عن الصيام لكنها لا تستجد لنا فما الحل وكيف نستطيع التعامل معها وإقناعها الأخت الكريمة تقول أنه أختها أو وحدة من قرابتها أنه مصابة انفصام في الشخصية والله لا يعني الله لا يبتلي أحد يعني مرض الانفصام من أمراض النفسية أخواني أمراض العصبية النفسية وكم مرة أنا ذكرت أنه الأمراض الجسدية واحد والله رجلة توجع عين كذا راس ما در إيش هذه أمور يمكن واحد يعالجها يعالجها وإن شاء الله يتعاف بس الأمراض النفسية أمراض صعبة أمراض صعبة ولكن لها علاج طبيعة الحال لها علاج ويقدر إنسان أنه يواضب على العلاج يواضب على الأدوية ويحافظ على على حال الضوابط الذي يبينها الدكتور يتخلص من مرض النفسي بس مرض النفسي مرض صعب تقول عدي وحدة سأخذها أو قرابتها عد انفصام في الشخصية وهذا المرض على حال في أيام الصيام في رمضان تقول هواية عاني معاناة شديدة ونقول لها لا تصومي ولكن ما تقبل تبقى صائمة شنو اللي نسوي لها أختي الكريمة أختي الكريمة قضية الانفصام في الشخصية ومشاكل الحالات النفسية اللي يعانيها الإنسان ما عدنا نقول تعالي سوي فلان حركة وياها أو فلان كلام وياها هاي تحتاج إلى علاج يا أختي تحتاج إلى علاج مثل الواحد وسواس شنو اللي أسوي للوسواس أربع ساعات قاعد بالحمام أو بالتوالي تخسل بنفسه وشا سوي بابا لتخسل كافي والله إنت طاهر إنت أطهر من عندي أنظف من عندي ولا لا لا بس هاي بس هاي المرة بس هاي المرة بس هاي المرة أربع ساعة أربع ساعة يقول بس هاي المرة والما يخلص والما يهم والمشاكل والصياح والنفسية وكذا شنو اللي تسوي لابد من الرجوع للخبراء لابد من رجوع للخبراء واحدة من أرحامنا يعني متخصصة يعني متخصص دكتورة في علم النفس هي طبيبة نفسانية تنقلي قول لي سيد أكو قضايا عجيبة وغريبة الإنسان يمر بيها ولكن إلها قواعد شنون إحنا ندخل بهالشخصية حتى نبعدها عن الآثار اللي هي على حال تصدر من عندها أو التصرفات التي تصدر من عندها وهذا تخصص أختي الكريمة فلا بد من مراجعة الطبيب نفساني حاذق حتى يمكن أن يعالجها إن شاء الله نعم حمزة تفضل يا حمزة زين انطيني بصبا صوتية نعم السلام عليكم وعليكم السلام سيد أنا أشتري رصيد مثلا هو بالنقد بستة ونص أخذ عراتب بسبعة ونص أو مثلا بأربعة عراتب بخمسة عشر بإشكال هذا الشيء لما بإشكال أشكرك على مداخلتك أخ صاحب البصمة شوف أخي الكريم سماحة السيد إذا أنت تقلد سماحة السيد السيستاني إذا تقلد سماحة السيد السيستاني فلا يجيز لا يجيز لك أنت تشتري الرصيد بالدين بالآجل تقول لي على الراتب راس الشهر بانطيك ما يجو سيده قلنا إذا تريد ترجع لي ما أجوز إذا تريد ترجع لي أنا ما أجوز سيدنا شا سوي قال أنا عندي احتياط في هالمسألة والاحتياط يعني شنو تقدر ترجع على غيري من الفقهاء اللي أعلم فالأعلم اللي بعدي بالأعلمية ارجع له يجوزك فأنت أمشي على رأي غيري اللي يأتي بعدي بالأعلمية وهناك من الفقهاء يأتون بعد سماحة السيد في الأعلمية يجوزون ذلك فارجعوا إلى غير السيد في هذه المسألة وإذا تسألني إل من أرجع أنا ما أعرف أقول أرجع لي بالي أنا أكو أحد الفقهاء اللي بعد السيد في الأعلمية يجوز فارجع يقول لي أنا أرجع للفقيه اللي في بالي السيد فلان ما فيه مشكلة واضح حبيبي؟ مهدي تفضل يا مهدي نعم سيدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شونك مراج شون صحتك بارك الله فيك والله مشتاقين لك سيدنا العزيز عدام الله حياكم الله تفضل سيدنا عدي مشكلة جايزت بالي أسمعك بشكل واضح تفضل سيدنا أخذك بقت كل ما عندي وأملاك وكذا هاي اشتريت في بيت بني مما اشتريت في بيت بدت عدي مشاكل هواية يعني بحيث صار مشاكل عشائرية ضدي صار مشاكل بقوية عائلتي أو يا أولادي شغلة شغلة مثل المي انفجر الوحدة كذا هي شيء وحال متأدي يعني حالة النفسية تعبت أولادي عاطون وراحل يعني انكسر الفوض البشارة حالت أديت نفسي تتعبت يعني إلى درجة في هذا البيت في هذا البيت بس هالشكل ها بهالبيت هذه المشاكل بس بهالبيت هذا ماكو مشاكل أخرى خارج البيت لا هي جاي تجيني مشاكل إلية شخصيا واضح يعني أسد وحدة في تقوية حتى قمت تنازل من حق تنازل حتى أموال ناس مفلوس وأمانة ويوصلوها هم خذوها رجعت دفعتها من جديد واضح أخ مهدي الآن إن شاء الله أبين فالقضية ضرورية أن تستمع لها إن شاء الله نعم حمزة تفضل حمزة حمزة تفضل السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام سيدنا عندي زوجتي متبرعب كلا بني زوجتي متبرعب كلا المن إلك متبرعب كلا لابنها زوجتي متبرعب كلا لابنها لولدها أي ومطلوبها صيام يعني حسس صيام حمزة تسمعني لو عندك صوتي مواضح أسمعك أسمعك جيدا أهلك الآن تبرعت بكلية والآن تعيش بكلية وحدة ايه ظلت كلية وحدة متبرعت بكثير لها أربعة شهر ايه والآن صحتها يعني شوية تعبانة لا هي صحتها زيانة حاليا بس يعني تقدر تصوم لو ما تقدر اه سؤالك أنه تقدر تصوم لولا ايه محافظة لما تبرعت له ذنها كانت تنقسلها بالصيف وهي مطلوبة بالله يعني يصير هسا تصوم لقلب أو بعض رمضان هم راح يجي شهرين واضح 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 حياك الله بارك الله بي أجاوب له عندك شيء مهدي يقول أنا اشتريت بيت ولكن بدت المشاكل مع العشيرة ومع العائلة ومع الأولاد ومع الجيران ومشاكل ما تخلص يوم مقطوع الكذا يوم مكسور الكذا شوف أخ مهدي اكو قضيتين هناك قضيتان قضية الأولى تصرفاتي سأقول والله سيدنا أنا أمشي عدل أنا ما جاء أقول التمثل مش عادي تستغفر له أقول الحياة عموماً أكو قضيتين تأثر بيه وحدة تصرفاتي وحدة قضايا خارج عن إعراتي خارج عن كذا ما أدري صدفة صير قضايا صير ما أدري وحسب تعبيرك عين وحسن أنا لابد أنه القضاياي اللي أنا بيدي أمشيها عدل شنو الداعي أن عشيرتي أني عندي مشكلة وياها وأولادي تركوني شنو وين؟ أقول مشكلة يعني شنو اللي صار؟ هذا لابد واحد يراجع نفسه لن حاول أن دائماً نفسر الأشياء بالأمور الغيبية والله أكون الشيء مسوينا مسوينا تابعة مسوينا سحير ما أدري عيون علينا هذه التفاسير الغيبية ما تجي أول وهلة أول وهلة أبحث عن القضايا الحقيقية أنه أنا شنو مسوي؟ ليش اتشار؟ بالدقة أفتش عن الأسباب الحقيقية عن القضايا نعم قد يكون هناك حسد قد يكون هناك على حال أعداء ولكن ماذا علي أن أفعل؟ أمران يقولهما أهل البيت صلى الله عليه وسلم أولاً أن لا كل شيء يقولون للناس لأن الناس متى يحسدوا؟ متى ما يبرزوا نعم الله؟ يبرزوا الأشياء تشايفين الآن؟ يروح لتركيا أنا في تركيا وكذا صار عنده ولد شوفوا ابني شكل حلو وكذا وصار عنده ابني عيد ميلاد بتي وشوفوها شكل جميلة هاي كلها في الواقع تجعل الحساد وتجعل على حال الأعداء ما يريحوكم ما يريحوكم بنفسهم الخبيثة بعملهم الخبيث وهواي هالقضايا هذه فالإنسان على حال خلي يختم على وضعه وعلى قضاياه عسى أن يبعد النفوس الآخرين أتقول الآن شنو اللي أسوي؟ اللي أسوي أنه أدعو الدعاء الدعاء وعدم وعدم تعريض النفس إلى ما يمكن أن يكون ماذا؟ معرض إلى الحسد أو معرض إلى الأمور الشيطانية أنت أولاً راجع إلى تصرفاتك وأمورك والدعاء والتوسل والدفع الصدق إن شاء الله تعالى الله يسهل حمزة يقول زوجتي تبرعت بكليتها إلى ولدها الله يعافيهم اثنيناتهم هم زوجتك هم ابنك ولكن يقول الآن تعيش بكلية وحدة وعليها صيام صيام سابق يعني ما صامت في رمضان فتقدر تصوم نعم تقدر تصوم أكو أشخاص أخ حمزة أكو أشخاص أصلاً مخلوقين بكلية وحدة مخلوقين يعني أكو نقص بكلية من الأساس قبل يومين جاني واحد قال أنا سويت سونار وكذا وتبين أن عندي كلية وحدة واكتشفت هذا الأمر ولكن أن الحياتي طبيعية فالكلية الواحدة على حال يمكن إنسان يعيش بها ويصوم ويصلي بدون أي مشكلة واضح أخي الكريم ولا تسمعوا كلام الآخرين لا أنت عندك كلي واحدة ما يصلت له الكلي واحدة ممكن ولكن تحافظ على شرب الماء أكثر في الليل وتحافظ على السوائل في الليل حتى كليتها لا تتعب الله يوفقه عدي متصل له انتهى نعم جيد يظهر الوقت انتهى أخواني الكرام لا تنسوا الموضوع الذي طرحته أول الحلقة أنه نحن بين صنفين من الناس صنف يتاجر بالدين حتى يوصل إلى مآربة صنف يبيع نفسه في سبيل أو يضحب نفسه في سبيل الدين فلابد أن هؤلاء نفهمهم ونتعرف عليهم والأخ الذي في المستشفى عليه حال أخي الكريم إن شاء الله مناشدتك وسطة أنه أنت طفل في المستشفى بلال يحتاج إلى مساعدة إن شاء الله أهل الخير لا يقصروني صلى الله عليه وسلم أن يشافي كل مريض ويبعاه في كل مكروب ويعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاله وأعوانه وشيعة محبيه ويرحم شهدائنا ويعافي جرحانا ولا تنسوني والدي من الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين